ان شاء الله دكتور عيني انا هبدأ معيك من معلومات بسيطة خالص هسألك من اول حاجة خالص وانبسط الفكرة للسادة المشاهدين انا عايزة اعرف من حضرتك ايه هو العمود الفقري اللي احنا دايما بنجيب سيرته كده وبنظلمه معنا عمود الفقري بتاقي وجاني فضل يا حضرتك العمود الفقري اللي هو بيشمل الفقرات العنقية ودوره بيبقوا سبع فقرات والفقرات الزهرية او الصدرية بنسميهم كده او كده الفقرات والفقرات القطنية ودوره خمس فقرات والفقرات العجزية الفقرات جيبتوا عبارة عن قطعة واحدة لازق فيها عدمة العصاص خلاص ده العمود الفقري بتاعنا طب هنعرف بس يعني بين العمود الفقري في غدروف الغدروف ده عبارة عن ارس ليفي قوة الارس اللي في ده فيه مادة جيلاتينية اللي هي دي اللي بنسميها الدسك الدسك لما يحصل قطعة في القرس اللي في ده والدسك ده اللي هي المادة الجيلاتينية تخرج برة ده هيبقى هنا اسمه ايه انزلاء جودروفي داخل جوه الفقرات قناة اسمها قناة الحبل الشوكي انا بشرح الكلام ده عشان هيفدنا بقى بعد كمه نيجي نتكلم عن امراض العمود الفقري احنا محتاجين نشح فعلا او عشان بس ايه يبقوا الناس فهمين ايه اللي بيحصل بالضبط جوه العمود الفقري فيه قناة القناة دي اسمه قناة الحبل الشوكي بيمر فيها الحبل الشوكي ليه ذكرنا الحبل الشوكي علشان اي يعني مشكلة لقدر الله او وطالع برضو من الحبل الشوكي ده مسؤول عن الاطراف يبيطلع منه اعصاب طرفية بتغزيل الرجلين والايدين ايه فاي مشكلة فيه ممكن اما تعمل ضعف ولو تثابت اكتر ممكن توصلنا لقدر الله الشلل من الشلل او 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 فعايزين نقول انه ما حدش يستهين بمشكلة في العمود الفقري الموضوع من الصغير انت يا اما بيحصل ضغط على الجزور العصبية تعمل تنميل وقلم يا اما الضغط بيبقى نخاه الشوكي لقدر الله ممكن يوصل زي ما قلنا للشلل طب دكتور خلينا نتكلم على الحاجات الشائعة الموجودة يقولك دايما ضهري بيوجعني دايما قمت من نوم رعبتي بيوجعني خلينا نعرف ايه اسباب الالام للضهر والرعب تمام اسباب الالام بتاعت الدهر والرعب منقسمة اما سببها مرضي اما سببها عادية خاطئة سببت لنا المشاكل بتاعت الام الدهر والرعب اول طبعا سبب شائع في الاسباب المرضية في الام الدهر والرعب طبعا هنتكلم عنها الانزلاق الغدروفي الانزلاق الغدروفي تاني حاجة خشونة الفقرات تالت حاجة نقص الكالسيوم نقص فيتامين زي تمام تمام هشاشة العزام ممكن تسبب الام في الفقرات وجود لا قدر لا اورام سواء كانت حميدة او خبيثة على مكان العمود الفقر يسبب الام ندخل في العادية الخاطئة السمنة وخصوصا سمنة البطن بتعمل لود شديد على العمود الفقر خصوصا الفقرات القطنية سمنة البطن بسي أنا السمنة البطن دي مشكلة المشاكل مش عايزة أدخل في تفاصيل عن السمنة النهاردة ممكن نبقى نعمل حلقة عن الموضوع ده ممكن حتى نوعينا مخصوص سمنة البطن اسمها بسي بتبوز الدنيا جوه بره يعني بره زي العمود الفقري وجوه في الأعضاء تأثيرها كبير جدا تمام الجلوس لفترات طويلة ده برضو بي سبب اه 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 اي حاجة فيها اوضاع سابتة فترات طويلة تسبب ألم في العمود الفقر حمل طبعا حدي يبقى على طول بيشيل حاجات تقيلة وبيشيلها في وضعيات غلط وضعيات غلط مش في الوضعية السليمة او مش في الوضعية السليمة واحنا منقول النصائح هنشرح الناس لأوضاع السليمة وكلام ده تمام دكتور جات لي يا سيال كتير قوي كان كلها مضمون سؤالها حاجة واحد اعرف منين ان انا عندي نزلاقه ضغوفي في الرعبتي يعني انت اقول باللغة البسيطة كده معلش انا حستاذي الحاجة دايما تبسطلنا الموضوع يعرف منين او تعرف منين السيدة انها عندها نزلاقه ضغوفي في الرعبة تمام الاعراض اللي بيحس بيها المريض بيحس طبعا اول حاجة ممكن يحس بألم في الرعبة تمام وألم مع الحركة مع الروتيشن يبقى ده صعب عليه او حاجة اسمها سايد بندنج اللي هو تتني رقبتك كده تاني حاجة ممكن يحصل تنميل او ألم في الجراعيت او يعني ما كان بقى زي ما قلنا الضغط اللي حاصر على الجزور العصبية يحصل تنميل حسية تدينا ألم وتنميل الجزور العصبية بتاعة الموتور اللي المسؤول عن الحركة تدينا ضعف في الحركة ضعف في الحركة ضعف في الحركة يعني يحس مثلا مش قادرة ارفع دلئة تمام لو فيه بعد الشهر طبعا ضغط على النغاية الشوكي يبقى ده يدينا حاجة من الاتنين على حسب نوع الضغط لو الضغط نسبي او بسيط يدينا ضعف في الحركة في الاربع اطراف لو الضغط جديد يعمل لنا أعراض زي شلال ربع يعني أعراض أشد أعراض أشد مش قادرة تتحرك طبعا الحاجات اللي لازم نقولها وإحنا بنتكلم فيه ناس مش هتتخيلها صعوبة في البلع صعوبة في البلع توصل لها زيط لو الضغط ضغط أماني فيه ناس تبقى المشكلة ده مش عارف أبلع مش عارف أبلع دي من الحاجات اللي مش ناس كتير تعرفها طبعا الفيرتايجو يحصل والديزنس اللي هو ده يحصل دوغة وزغلالة وكده دي بتبقى بسبب أنه فيه مشكلة حاجة اسمعها فيرتبري وبازر الإنسف الشنسي دورة دمائن الرايحة من الرقبة للمخ ضعيفة ضعيفة دي احنا برضو عندنا طرق حديثة جدا هنتناولها في العلاج خليكوا فاكريني النقطة زي عشان هنرجع لها هنتناولها بالتفصيل هنتناولها طب خلينا الدكتور نسأل بسمع حاجة برضو من المصطلحات انزلا قضوه في فقراتي القطنية لا ده الدكتور قال لي في الفقرات مشهور لا يسمعها فقرات عجزية صح كده القطنية والعجزية ايه بقى موضوع يعني المصطلح ده بالنسبة لي غريب تمي الفقرات القطنية زي ما احنا قلنا ايه شرحنا فقرات في الضار في الضار يبقى احنا كده نزلنا لمنطقة ايه نزلنا من رأي للضار نزلنا هنا لأسفل الضار طب ايه اول عرض من العرض ممكن يحسوا العين قلم اسفل الضار لو جدينا نتكلم عن الام الفقرات القطنية لازم 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 هنتكلم عن عرق النسب يعني ايه عرق النسب ده بيحصل لما يكون فيه نزلناك الخضروفي من اول الفقر الرابع القطنية الرابعة الخمسة لحد العجزية الاولى في المنطقة الضغط ده بيعمل لنا ايه في المكان ده بيضغط على عصب ده بيعتبر من اكبر العصب الموجودة في الجسم اسمه السياتيك نرف الضغط على العصب بتاع السياتيك نرف بيسموه هو فيه ادرك وعليه اسم عرق النسا هو اسمه النسا من كتر مقلمه شديد قوي جدا جدا وبينسي الواحد كل حاجة من شدة القلم اه يعني اسمه النسا اسمه عرق النسا اه اه ايه سبب التسمية بالنسا دي سموه كده في الاول من شدة القلم اللي بتنسي البني ادم كل حاجة معظم الناس اللي شفتهم في حلقة كيوت حد شفتهم مش قادرين جايين متشالين متشالين من شدة الوجع مش قادرين يحملوا على الناحية اللي فيها الضغط اللي حاصل على العصب على العصب اه طبعا عرق النسا من الحاجات اللي مش اي حد بيعرف يعالجها اه طبعا انا التخصص بتاعتي زي ما قولنا في اول حلقة اه الدكتورة بتاعتي في امراض المخ والعصب اه مخ والعصب معظم الناس بتاع فاكرة ان انا هعالج ظهر العيان او او حتى على عجله مشكلة الانزراك الجدروفي ابقى انا خلاص المشكلة خلاص كده لا العصب ده جماع حصل عليه كومبريشن يعني حصل على الضغط ففيه بيبقى فيه التهاب في العصب نفسه العصب نفسه عليه ضغطه حصل فيه التهاب العيان بيبقى القلم واخد الضهر السك كله من وراء السمانة كلها يعني رجلي كاملة من أول الضهر من وراء يعني القلم بيبقى متصل ببعضه كله 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 قلم فزيع الحاجة التالتة برضو اللي نقولها في الضهر انه فيه ناس ممكن تشتكي من قلم عم يجي قاقف كتير قلم في اوضاع معينة زي ما سميجي اصلي اسجد وانا طلع مثلا اللي هو بنسميه قلم مع الوقوف او قلم مع الحركة دي كلها علامات تدول ان فيه مشكلة في الضهر او فيه ممكن يكون فيه احتبال موجود انزراك جدروفي وبنقر بنقر الدياجنوزيز اللي هو التشخيص سواء في الانزراك الجدروفي بتاع الرقب او الضهر عن طريق ان احنا بنعمل رانين مغناطيسي طيب حضيتك ايه خطوط الانزراك الجدروفي يعني ايه ليه اسمع اوقات ناس تقولك ايه ده انا جال انزراك جدروفي بس مستسهل الكلمة كده لا ده من خاطر اه ليه بقى علشان الانزراك الجدروفي ده زي ما قلنا بيبقى اولا يعني الانزراك الجدروفي ده بيبقى مراحل في مرحلة اسمها بلش يعني ديسك بلش يعني بز جدروفي هو جيلي جيلي فتلع من مكانه شوية اللي هو البلش تاني حاجة بروتروجت يعني اتقطع الجزء من القرس اللي في ده تمام فخرج جزء وجزء لسه جوه هرنيشان يعني حصل قطع والدسك خرق خالص من مكانه وانتكلم على ده في مراحل العليج كل حاجة من الحاجات دي بنعالجها بشكل معاين تمام فالخطورة في كده انه في حاجة خرجت من مكانها المكان ده كله جزور عصبية في النص في الحبل الشوكي فأنت يا إما يحصل ضغط على الجزور العصبية تعمل قلم وتنميل ووجع أو ضعف في الحركة يا إما الضغط على النخاع الشوكي ده ممكن يوصلنا لقدره لو ما تلحقش والحيقنا نعليج الانزلاك القدره في ده بدري والحيقنا الموضوع قبل ما الضغط يبقى جديد والحمد لله عندنا في فضل ربنا حالات كثيرة جدا جدا كانوا وصلوا لضغط في النخاع الشوكي وخلاص في عدم تحكم في البول يعني كان عندنا جايلنا حالات صعبة جدا جدا وكانوا خلاص دخلين على جراحة والحمد لله فضل اللي اتلاحقوا وعملوا الجلسات والحمد لله فضل يا ربنا أنقذناهم ولا احتاجنا ندخل جراحة ولا احتاجنا وخفوا تماما وكيسين جدا يبقى الخطر أنه ممكن يحصل لي يا إما ضغط على الجزور العصبية يا إما ضغط على نخاع الشوكي ده ممكن يسبب لنا شلل أو ضعف في العضل ودخل ايد والرجل الفقرات العنوكية تعمل ده شلل رباعي والفقرات القطنية تعمل شلل نصفي في الرجلتين غير الألام بقى غير التنميل لو فيه ضغط على الجزور العصبية طيب دكتور حديتي قلتيني دلوقتي بفضل الكلام كان فيه حالات كثيرة قوي وعالجناها بدون تدخل جراحي مع أنه هيكت في مراحل خطور خليني بقى أعرف منك إيه أحدث طوء العلاج اللي ممكن نتبعها والسادة المشاهدين يبقوا عارفينها بدون تدخل جراحي تماما احنا عندنا جهاز أمريكي اسمه شد الفقرات احنا كده جماعة معنا الفيديو هنشوف كده الدكتور هتشرح لنا على الفيديو أحدث طوء العلاج بدون تدخل جراحي ده شد فقرات بالكمبيوتر ده جهاز أمريكي عبارة عن اسمه شد فقرات بالكمبيوتر بيشد الفقرات بحيث أنه يبعد الدسك عن مكانه فيقلل الضغط على الجزور العصبية بمعنى لو فيه ضغط مثلا اللي هو النوع الأوليني البلش بسحنا هنا بنركب للعيان ده الجهاز اللي هو شد الفقرات بالكمبيوتر ده ده فقرات عنقية الجزء ده في الفيديو فقرات عنقية بنعمل عندنا الدسك بلش بنشد بطريقة معينة البلش ممكن الدسك على فكرة يرجع كله في مكانه يرجع تمام بدون جراحه البروتروجين ممكن يرجع برضه في مكانه أو على الأقل هنكون شلنا الضغط على الجزور العصبية أو على النخاء الشوكي الهيرنيشن برضه بنقدر هو خلاص بيبقى الدسك خارج في مكانه بس بنقدر بالتوسيع الفقرات اللي احنا بنعمله شد الفقرات ببعدها عن بعضه فنرد الدسك ده على قد ما نقدر في مكانه أو الغضروف على قد ما نقدر في مكانه بحيث أنه ده ما يعمليش ضغط على على الجزور العصبية أو على النخاء الشوكي ده جهاز أمريكي من أحسن طرق العلاج فيه في نهاية برضه فيه فيديو تاني جاي برضه شد للفقرات القطنية ياريت نعريتهم ورية الناس نحن جاي شدنا الفقرات العنوكية فيه شادة برضه معانا الفيديو فنر ده كده الفيديو بتاع الحالة التانية ده الحالة الزين كم نشد الفقرات برضه بالكمبيوتر بالكمبيوتر دي كانت حالة عرق ناسا عرق ناسا الأولاني الجزء الأولاني ده كانت ضغط مسبب ضغط وصل للنخاء الشوكي وفضل الله أنقصناه كان سنو صغير في التلاتينات وشو في ضغط في النخاء الشوكي ده ممكن يوصلوا لشلق ده عنده عرق ناسا ألم فزيع والحمد لله فضل الله تعالج الحمد لله دكتور طب خلينا نسأل سؤال برضه عشان الناس بتستسهل أوقات أنا مش حاول معظم دكتور كنقول البعض بيستسهل التدخل الجراحي يعني إنه هو إنت عيان عندك كذا كذا نزلها قضوفي طب تعالى هنعمل عملية جراحي خلينا نقول إيه خطوة التدخل الجراحي للمرضى اللي عندهم نزلها قضوفي خطورة بسي التدخل إحنا ليه بننصح الناس بسرعة العلاق والتوجه للعلاق لأنه الجراحة في المكان ده مكان ده زي ما شرحنا كل جزوره عصبية وفيه النخاء الشوكي أي مش هقولك حتى خدش بالمشرة لأ ده أي ضغط على النخاء الشوكي ممكن يعرضنا للإصابة بالشلل فأي خدش مش خدش بقى احنا مش ممكن كمان في خدش احنا نتكلم بس مجرد ضغط أثناء الجراحة فالجراحات بتكون خطر فزي ما تكلمنا في العلاق أول حاجة عندنا شد الفقرات بالكمبيوتر عندنا تاني مشكلة واتكلمنا عنها اللي هي قولنا عرق النسا وده بيبقى فيه العصب نفسه حصل عليه ضغط فبيبقى العصب نفسه في التهاب فاحنا عندنا برضو طرق علاج حديثة منها العلاج بالمجال الكهرومغناطيسي ده بيتعامل على العصب نفسه والعلاج الضوئي ده بيعمل إيه بيساعد فيه يعني علاج التهاب اللي حصل في العصب عن طريق انه هو بينشط مواد اسمها الميتوكوندريا بيزود النشاط الخلوي يعني بيزود النشاط بتاع الخلية فده بيخلي انه العصب يلتقم وفي نفس الوقت بيزود مع أجهزة تانية بتزود الدورة الدموية الدقيقة فده بيخلي التقامل العصب بنعمل ليزر بيخلي التقامل العصب بيبقى سريع إذا القلم شديد ومبرح في عندنا برضو جهاز ألماني بنستخدمه ده بيبقى ده الجهاز دابرة عن طيار بيخرج طيار اخترعوا علم روسي بيحاكي نفس الطيار اللي موجود في الجسم فبينظم العمل بين الخلية وبيعمل ارتخاء للعضلات اللي فيها تقلص عضل وبيعمل حاجة اسمها السيديشن عن طريق انه هو بيقفل بوابات الألم بتاعت العصب ده جهاز حديث جدا عشان علاج ألم الأعصاب مع عمل موجات صوتية على كل جزء في العصب ده مع المجال الكهرومغناطيسي اللي قلنا مع علاج العضلات الهيكلية اللي موجودة اللي هي العضلات فيه برافرتبرر مصر دي لازم تتعالج لأن دي ممكن تعمل هي كمان شدة على الفقرات والعضلات المحيطة بالعمود الفاق بالعمود الفاق طيب دكتور خلينا آخر سؤال وعد سيبة النصائح اللي نقدر ينديها للمرضى اللي عندهم انزلاقوا فيه طيب أنا بس فيه حتة مهمة مقلتهاش في العلاج اللي عايزة نوه الناس عنها اللي هو البرتبرو بازر الإنسف الشانسي اللي هو عجز أو ناقص أو قسور الدورة الدمائية اللي وصلة للمخ اللي بتعمل الدخل لأن دي ممكن تخلي العيين يتعرض أنه يحصل له حاجة اسمعتي اي 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 أنه يحصل أن الدورة الدمائية اللي رايحة للمخ نفسها تبقى قليلة فيكون في فده يعرضه أنه يحصل له جلطات جلطات ودي تسببش إحنا بنعالجها برضو بجهاز أمريكي بيطلع موجات اسمعها موجات دوائية أحدية اللون بزود الدورة الدمائية للمخ فكده يبقى عالجنا الكسور اللي موجود في الدورة الدمائية وحامينا المريض إنه هو بعد الشهر يكون عرضه إنه يحصل له جلطات النصائح اللي إحنا بقى بنقدمها أهم نصيحة بقى جدت أهم نصيحة طبعا أنا دايما في أي حلقة دايما بحب أنسح الناس بسرعة العلاق خصوصا في الأمراض اللي تبين عند الناس بسيطة زي ألام العمود الفقري كل هيا عندنا ألام عمود فقري بس الزي ممكن تعمل ضغط على الجزر العصبية وتعمل زي ما شرحنا عارق النسا ممكن تعمل ضغط على النخاء الشوكي وتأديل شلل رباق أو شلل نصفي في الرجلتين ممكن زي ما قلنا لو فيه كسور في الدورة الدمائية داي يوصلنا مع الوقت إنه هو يعمل جلطات في المخ وشلل نصفي فسرعة التوجه للعلاق دكتور أنا أستاذن حضرتك إحنا هيكون للسادة المشاهدين مع حضرتك حلقة تانية إن شاء الله وحنضطر نخطيب لأنه وقت حلقتنا انتهى وإن شاء الله الدكتور راني حتوعدنا بحلقة تانية هنكمل فيها الموضوع ونشوفكم بخير الأسبوع الجاي إن شاء الله في بيوت مصري